السلام عليكم كيف حالكم يا صبايا ان شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين اليوم هعمل معاكم سينابل رولز بأسهل طريقة ممكنة وبكميات كبيرة وفيرة في البيت بالبداية هنا انا هعمل هنا 10 كبايات طحين فانا ما تنصحكم كنت جربوا من اول مرة 10 كبايات طحين خلوهم بس 5 هكتب لكم مقادير 5 كبايات في تعليق مسبت هنا انا استخدمت 10 كبايات طحين الكباية اللي استخدمتها كانت 250 ملي من الكبايات اللي بالشكل هذا ممكن تستخدمي اي كباية موجودة عندك في المطبخ بس طبعا هي اللي هتكيلي فيها الحليب نفسه هستخدم علبة لبن زبادي وبطين بدرج حرارة المطبخ 3 معالج خميرة فورية و 4 معالج سكر بكيت فانيليا من فئة 8 جرام وبكتين بكمبودر برضو من فئة 8 جرام يعني عندي المجموع 16 جرام وعندي هنا جالب مرجرين حلو طبعا انتبهوا في مرجرين حلو وفي مرجرين مالح فاستخدموا المرجرين حلو هناخد 150 جرام من المرجرين وعشان تعرفوا كيف تكيلوا بيكون على العلبة من ورا مرسوم شرطات كل شرطة بخمسين يعني احنا هناخد هنا 3 شرطات بس يعني 150 جرام ونخلي خمسين هنا انا استخدمت 4 كبيات حليب وهندفيهم هنخليهم يعني دافين على النار هنسخنهم عشان كأننا بنعجل عجينة عادية يعني بالمية العادية لا احنا هنا سخنا الحليب وطبعا لازم يكون اللبن درجة حرارة المطبخ والبيض بدرجة حرارة المطبخ عشان ما يبطئ من يعني من مفعول الخميرة اول حاجة هعملها هجسم المارجرين واحطه بكسترونة على النار اخلي يدفع وبعدين هعمل باقي الخطوات هنا تقريبا كل خمسين جرام بطلع يا اما ثلاث معالج جبار من الزبدة يا اما اربع معالج يعني حسب المعلج اللي موجود عندكم كل خمسين جرام تقريبا بعطيكي ثلاث معالج مليانين من الزبدة انا هنا استخدم زي بحاجت لكم 150 جرام هحطهم على النار بس مجرد تدوب الزبدة شوي ممكن تحطيها بالمايكرويف عادي في وعاء تاني هحط المقادير السائلة كلها على بعض هحط الحليب اربع كبيات وهحط السكر اربع معالج وثلاث معالج خميرة فورية هخلطهم مع بعض وهضيف البتين بالنسبة للبيدي الصبايا فيه كتير صبايا بيحبوش البيض على المعجنات بس انا بحكي لكم لازم تحطه في السينابون بيد لانه من غيره ما بينفع هو بعطيكي لون للعجينة نفسها وغنى للعجينة نفسها فما بيأثر طعم البيض ابدا ان احنا بنحط له الفانيليا ولما تنخبز المخبوزات البيض مستويه فبعطيكي نتيجة كتير حلوة في المعجنات نفسها هخفق البيض مع الفانيليا والسكر والخميرة والحليب وبعدين هحط كوباية اللبن الزبادي وممكن اذا مش موجود عنديك لبن زبادي ممكن تحطي بكيت دريم ويب نستخدم احنا في المعجنات المالحة لبن الزبادي وفي المعجنات الحلوة لدريم ويب بس هنا في يعني في الوصفة هادي نفسها انا حطيت لبن زبادي عشان بعطينا كتير هشاشة للعجينة هاخلط المقادير هادي السائلة كويس في هذا الوقت الزبدة بتكون دابت على النار وهاجي احطها على هادي المكونات برضو اخلطها خلطة هيك خفيفة ما تخلو الزبدة كتير يعني الدوب على الاخر لانه الزبدة فيها مية ولون حرجت على النار بتعطيكي طعم مش مستحب بس مجرد الدوب يعني دوابان خفيف هنا هترككم بس لمدة عشر دجايج عشان ايش الخميرة نفسها هيك تتفاعل شوي مش شرط اخليها لغاية ما تطلع فقاعات لا بس عشر دجايج بس هحطهم على الاطحين وبعد هيك هحط البكن بودر هحط البكتان البكن بودر ستاشر جرام هخلط كل المكونات بمعلقة خشاب لغاية ما تتجانس كل المقادير بعد ان حطتها على طولة المطبخ وعجنتها لمدة عشر دجايج كاملين يعني انا بحسب على الساعة عشر دجايج كاملين وانا بعجن فيها عشان بدي اياها تطلع هشة في الاخر وتطلع كتير طرية ولزيزة حتى في اي معجنات حتى للبيزة انا بعجن كل المعجنات لمدة عشر دجايج هحط كيس بلاستيك عليها وبعدين هحط عليها هيك اي دفة شرشف اي شرشف للمطبخ بس يكون تجيل شوي عشان تخمر بسرعة هليتها حضر الخلطة اللي احطها جوه نفس السينابون انا هنا استخدمت تلات معالج بار من النسكويك وحطت عليهم جرفة وسكر بامكانك تحطي شوكولاتة بودر محلاء او مش محلاء المتوفر عندك يعني مش لازم تحطي نسكويك لأ قاعدة ممكن تحطي شوكولاتة اي نوع هحط الجرفة فيه طبعا كتير بحطه بس السكر البني مع الجرفة لانه هي اساسا بس سكر بني وجرفة بس انا هنا بحط آآ شوكولاتة عشان تعطيها طعم كتير حلو فاذا انتي بتحبي بس الجرفة والسكر ممكن تكتفي بالجرفة والسكر بس آآ الشوكولاتة بتعطيها كتير طعم حلو هخلطهم مع بعض بعدين هبدأ يعني اشتغل في العجينة نفسها هعمل معاكم اليوم كمان طريقة الحليب المكسف المحلل لانه احنا بدنا نعمل فيه طغطية للسينابون نفسه فهعملوا معاكم اليوم هتعمليه بالبيت وهيطلع از كمية مرة من اللي بنشتريه من برا ما بيختلف ابدا بالطعم عن اللي بنشتريه من برا وكمان بصور في مدة طويلة بالتلاجة ممكن تخليه يعني شاهر واكتر ما بيصير له ولا اشي هنا زودت شوية جرفة عشان انا بحب اللي جرفة بصراحة فزودت شوية جرفة كمان عليهم يعني انت ممكن تحطي جد ما بتحبي بتحبي الشوكولاتة كتري منها بتحبي الجرفة كتري منها هده اشي برجع لك بالنسبة لعجينة يا صبايا بعد ما تخمر بالضبط لمدة ساعة كاملة ما هخليها انا اشتغل فيها كل هيطها يعني كل الكمية مرة واحدة انا هنا جسمتها تلات اقسام عشان تسهل علي في الشغل نفسه شايفين ما شاء الله كيف تضاعف حجمها زي ما حكيت لكم ما تعملوا الكمية اللي انا عملتها من اول مرة ديما حتى اي مقدار تاخدوه من النت حاولوا انكم تعملوا نصه عشان اذا ما زبط معاكم ما تكونوا خسرتوا كل المقادير يعني كتير كانت تصير معين انا اخد الوصفة زي ما هي وبالاخر تخرب معايا واخسر المقادير لا انتوا جربوا في نص الكمية بالاول انا هنا عملت كمية كبيرة لأول مرة لانه الولاد بحبوها فحبت انه يزيد لتاني يوم يعني يتعشوا فيها كانت دنيا ليل ويفطروا تاني يوم فكترتها لأول مرة اكترها يعني دايما بعمل بس خمس كبايات وبتعطيني صنية برضو كبيرة وفيها بركة ما شاء الله انت بتقدري تتحكمي بالعجينة تصغريها وتكابريها زي ما انت حابة بالنسبة للصواني اللي موجودة عندك حتى ممكن تستخدمي صواني الكبكيك زي هيك وتحطيها فردية تدهنيها وتحطيها فردية بتطلع برضو شكلها كتير حلو هرش رشط طحين بسيطة على الطاولة وحاولي انك ما تكتر طحين انا هنا حطيت طحين للكمية اللي هتكفيني لكل العجينة من اولها يعني بس اذا هكترتوا طحين ويعني وحطيتوا عليها العجينة نفسها اذا شرب العجين من الطحين هيتجل معاك وهيعطيكي نتيجة بالاخر مكتومة احنا ما بدنا نكتر طحين لانه بدنا اياها العجينة تضلها طرية زي ما هي فانا حتى هاي الكمية يومها ما استخدمتها كلها هجسمها تلت اقسام زي ما حكتلكم عشان يتسهل علي فردها طلعت منها الهواء اوع وتشتغل في العجينة وهي فيها هوا لانها هتعمل معاكي فراغات وهتلزج معاكي في الصينية ومش هتفدى تطلع القطعة من الصينية ابدا هبقى علي شوية لطحين زيادة وهبدأ على طول اريج فيها بعد ما ازبط شكل العجينة هنريجها طبعا نفس السمك تقريبا نص سنتي وهيكون اه على شكل طولي هحط كمان مقدار زبدة هنا اتحكم بالزبدة زي ما انت حابة مش يعني ما تلتز من مقدار معين يعني ما حطيت انا مسلا اه الخمسين اللي زادت هي اللي حطيت فيها لا طبعا حطيت اكتر وفرتها على العجينة كلها بالفرشة وبعدين حطيت الخلطة وبدأت اليف فيها من الاطراف ما تحطوا لا خلطة ولا زبدة على اطراف عشان تقدري تسكر العجينة كويس بالاخر وما يطلع منها الحشوة طبعا بيديك الاتنين هالجيت هتبدأ ايه من الطرف من اول العجينة ومن الاخرها وضلك تلف بنفس الوجه عشان يعطيكي نفس الشكل والرول اللي يكون مرتب هلف على الاخر واسكر الاطراف كويس عشان ما يطلع منها الخلطة بعدين هجتعها بالسكينة وممكن تجتعيها بالخيط كمان عشان تطلع شكلها مرتب تطلع عادي يعني بالسكينة مرتبة وبرده بالخيط بطلع شكلها مرتب طبعا هنا اني عملتها للولاد يعني مش عملتها بدي اصورها للقناة فانا وانا بديت اشتغل فاتذكرت ان انا ما عملتها معاكم على القناة ولا مرة فها حبيت ان اصور لكم زي ما هو موجود وانتو عارفين الروتين هالجيت كلنا محبوسين في البيت فالحاجات هدي كتير مطلوبة والصغار بطلبوا شغلات هيك على العشا او بين الوجبات فعشان هيك انا عملتها اليوم وعملتها زي ما انتو متعودين عليها على الطبيعة ما فيها تكليف ولا فيها تزيين ولا اي حاجة هيك بطبيعتها هالجيت حدا هنصانية زبدة وبعدين هحط كل قطعة بعيدة عن التانية تقريبا اتنين سنتي او سنتي ونص عشان اللي لسه هتخمر لكمان مرة يعني ما بنقطعها وبنحطها بالفرن مباشرة لا بنخليها اه كمان مرة في الصانية وبغطيها بنفس الشرشف لغاية ما يمر عليها تقريبا نص ساعة تخمر ويتضاعف حجمها بعدين اخبزها في الفرن هانا عملت معي زي ما انتو شايفين هاي الصانية والصانية التانية تاعت الكبكيك بس نايس منها كان حبة واحدة حطيت على كل قطع السينابون كل قطعة حطيت عليها ربع معلجة زبدة على السطح عشان لما تسيح يتغلفها وممكن هاي الخطوة ما تعملوها هلجيت هعمل معاكم الحليب المكسف مقاديره سهلة جدا كوباية سكر متين وخمسين جرام ممكن تحطي اي آآ متين وخمسين ملي ممكن تحطي اي كوباية عندك موجودة وتكيلي فيها كل المقادير في نفس الكوباية هحط كوباية حليب بودر اي حليب بودر موجود عندك عادي هذا الحليب انا استخدمت الحليب تبع التموين العادي نيدو ممكن تستخدمي ابو قوس اي حاجة موجودة عندك طبعا حليب بودر كوباية سكر وكوباية حليب ونص كوباية مية مغلية ولازم تبقى المية مغلية هحط معاهم زرف آآ سكر فانيليا وحط تقريبا معلقة سمنة كبيرة او معلقة زبدة كبيرة بس انا بفضل الزبدة طعمها ازكى هادا الخمسين جرام اللي زاد من السينابون العجينة هاخد منه هيك تلت اجسام يعني تقريبا بطلعوا الثلاث معالج مش مليانين على الآخر وفي اي علبة فاضية هخلطها طبعا كويس عفل الخلاط يعني هخليها تتجانس كويس ما يكون فيها اي كتل وبعدين هحطها في علبة واحطها في التلاجة لغاية ما يستوي السينابون واعمل انا باقي التزيين يعني باقي الخلطة اللي هزين فيها من السطح اول ما بتعمليها بتكون سائلة معاكي وبعدين لما تحطيها في التلاجة بعطيكي نفس كسافة الحليب المكسف نفسه اللي بنجيبه من برا هيشايفين كيف بعد ما يتكاسف بيكون هلقيت حطيت اربع متلتات جبنة وهحط عليهم نص نص العلبة اللي انا عملتها هاي العلبة شوكولاتة من قبل الادهن عيارها اربعمية وخمسين جرام فانا حطيت يعني نصها بالضبط يعني شو في بيعمل معاكي كمية وفيرة قديش حطيت طبعا المتلتات الجبنة وهخلطها بالخلاط وحطيت عليها اربع معالج مية مغلية عشان بدي اياها يكون قوامها سائل زي ما انتم شايفين بعد ما طلع زي ما انتم شايفين كيف من الفرن حطيت كل الخلطة اللي انا عملتها التوبنج اللي انا عملته وهغطيها بصنية عشان تتشارب مع بعضها وكمان تطرى العجينة لما بتطلع من الفرن وهي سخنة وبتسجيها هدي الخلطة غطيها فورا هترجع السخونة فيها تاني وهتطرى اكتر معاكي ممكن كمان تعمل تسيحي شوكولاتة وتعمل خطوط شوكولاتة برضو فوق هذا السطح الابيض بطلع شكله كتير حلو بس انا زي ما حكي لكم هنا لانه للبيت فما زينت اكتر من اللي مفروض تكون فيه يعني كتير طعم هاي الخلطة على السطح بتجنن اللي هي سوس الجبنة هيا حطيت لكم حبة فردية من اللي عملتهم في قالب الكابكيك بتطلع لفوق بتطلع شكلها زي هيك جمعة الايس كريم كتير شكلها بتطلع حلو هلقيت بعد ما غطيتها جلبت الصنية في صنية تانية عشان اوريكم كيف الظهر بيكون محمر وما محروق وبجنن على الاخر حلو شكله هالقيت برضو هجلبها في كمان مرة في كمان صنية عشان بدي اقدمها في نفس الصنية تاعت التقديم عشان انا كنت بتطلعها من الصنية الحديد نفسها ما بدي اجلبها فيها ما بدي يعني اقدمها فيها شايفين كيف بكون شكلها يعني ما بدي اوصف لكم يعني المنظر لحالو شايفين كيف شكله حلو يعني يتشجعوا يجوموا اعملوها سهلة جدا جدا وبتديكي كمية كبيرة وبتطلع طرية طرية بالاخر وما ازكاها حلوة للعشا ولا الرحلات ولا كل اشي وانتوا عارفين السينبون مطلوب للولاد ويموتوا فيه وكل عادة حبايبي ازا عجبتكم الوصفة دسولي اللايك واشتركوا معاي بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة شكرا لكم شكرا لانضموا جديد لقناتي وشكرا لتعليقاتكم الحلوة وشوفوا كيف بالاخر بطلع شكلها حلو ومع السلامة اشتركوا في القناة